السلام عليكم جميعا هواي جاتني اه عشرات مئات اه حتى ما ابالغ من الاسئلة اللي تجيني سنويا استاذ شلون اردت بوقتي عنده مشكلة بالوقت هاني طالب سادس وعنده امتحانات وتحاضير ويوميات وشهريات وتقييمات وشلون اردت بوقتي وشلون الاحق وعنده مواد هواي وبعضهم اهلي وبعضهم حكومي وبعضهم خصوصي اهلي وبعضهم حكومي وخصوصي بصورة عامة يعني فدهوسة هوسة سايراس تعال اه قلي شلون ش زورت بصورة عامة اللي راح يطرحه اهنا هو ينفع الجميع مو بس الطلاب ولكن الطلاب باعتبار هم اللي يسعي له. اسهجي واحد يقول انت شن بديت يعني تشتغل تنمية اطلاقا يعني يعني اقاري اغلب كتب الام لكورنيجي وغيره اه واأمن ببعضها واكفر ببعض مثل ما يقولون يعني ما مغتنع وكل الافكار ولكن اكو افكار مهمة عملية تطبق على عرض الواقع ليش لا يعني اه جدا جدا فتشي مفيد وهذا اتصور هذا الجدول اللي امامكم يعني اول مرة قريته وما عرف ما ما اخذينا منها ولا هو موجود في كتاب العادات السبع للناس الاكثر فعالية كتاب من امهات الكتب في اه علم النفس الاجابي او التنمية او شي سمونا فهو في ادارة الوقت اه عيني طلابنا اساتذتنا ناسنا اعزازنا اه مسألة ادارة الوقت اصبحت من الاشياء القديمة جدا اي واحد مواكب متابع قارئ يقرأ باستمرار يشوف انه بعد بعد ماكوش اسمه ادارة الوقت اصلا الوقت لا يدار والوقت مو ملكنا واحنا مو روبوت صورة عامة يعني انت بعض الاحيان لا نامك بكيبك ولا اكلك بكيبك ولا طلعتك ولا رجعتك كل الامور مو كيفك بعض الاحيان جاي يقول تطلع عن السيطرة شل اللي يسوي ادارة الوقت مو صحيحة يعني اي واحد يقول اتحكم بالوقت اه بالعافية عليه ولكن انا شوفها صعبة يعني الادارة مولى الوقت عيني الادارة مولى الوقت الادارة للاعمال الادارة للاعمال الوقت هو يديرنا صراحة غير هو اللي يديرنا الوقت الاعمال احنا اللي نديرها شلون هذا الجدول اللي امامكم مقسم الى عاجل وغير عاجل مهم وغير مهم مثلا عشرحين واحدة وحدة يجوزتشي هو سيبين عندي مثلا أعلى اليمنى بالنسبة لي معرف لكم شلون عندي عاجل عاجل مهم بعض الأشياء عندنا في الحياة هي عاجلة ومهمة مهمة جدا وعاجلة يعني شنو لازم أسويها هسا لازم أسويها مهمة ومطلوبة هسا يعني شنو مثلا طالب عند باجر امتحان هذا أولا عاجل لازم أسيقرأ ثانيا مهم مهم امتحان هذا إذن هذا هو شنو هذا رقم واحد إذا أجي أصنف الأعمال معلتي عاجل مطلوب مني اليوم أو باتر ومهم أخليه أول واحد بالأولويات ثانيا اللي بصفة طبعا الغير خطأ مفروض غير العاجل ومهم شي ثاني مهم بس مو عاجل شنو يعني مهم بس مو عاجل عند امتحان ورد ثلاث ايام جاي يسرف على الطلاب هم اللي يسئلوا أي شخص يقدر يطبقها لنفسه عند امتحان ورد ثلاث ايام عندي وقت فراغ لازم هو هذا الامتحان ليه شنو هذا مهم صح مو هسه بسوى مهم أنا أركز عليه من أركز على المهم ما لشغل بالعواجل المهم أبدو بي طيب هسه أول ما أبدأ بالمهم وعاجل بعدين مهم شنو وغير عاجل مو هسه يردون من عدي بسوى مهم تمام بعدين عندي عاجل بس غير مهم شنو هذا العاجل غير مهم شعارات مضايب رسالة ومكالمة ومحادثة شنو هذا دزو هذا راح وغير بسرعة كنت رد لي بس سؤال هذا مهم أنت بكيفك مهم مبدئيا كحياة طالب حياة شخص عنده أعمال هواي هذا مهم نزل فيديو على تيك توك راح ملجين على اليوتيوب صارت كذا بدت لعبة راح فيلم نزلت مسلسلة حلقة مسلسلة استوى نزلت صحيح عاجلة هي كل شي عاجلة بس مهم جواب لا هذا يترك أربعة غير العاجل هذا خطأ ما عرفنا اللي قادبها يعني نجي صورة جمدها غير العاجل وغير مهم شي لهو مهم ولا هو عاجل ما يعني مثلا أريد أن أرى فيلم سؤال هل هذا مهم جواب لا عاجل لازم أن أرى ألا هو أصال لسنين يجوز نازل وراح يبقى بعض إلى الأبد ما كتاعي ما كتاعي يعني مثل أفضل فيلم علي من على امتحان باشر خطأ أو أفضل إشعار أو فيديو أو مكالمة أو معرف شنو أو محادثة علي من على امتحان ثاني يوم أو ثالث يوم ليس صحيح إذن أول ما نبدأ بالمهم المهم اللي مستعجل والمهم غير المستعجل خلصت المهم مستعجل خلصت المهم غير المستعجل أنه بروح للمن أروح للعواجل هالأشياء غير المهمة بصورة عامة حتى أكون صادق وإنسان يحتاج أنه أفعل أشياء غير مهمة حتى يحتاج بقى أحيان أفعل أشياء مملة ولكن ليس على حساب مستقبله أبدأ بالمهم العاجل ثم المهم غير العاجل وبعدين أنتقل للأشياء الثانية لأنه هي ترتيب أولويات الرد بالمهم ثم البقية تأتي هذا القرار لكم هذا منجرد يعني يرد هذا الكلام إذا أريد اختصر بحجائتين أنه زمن شنو زمن إدارة الوقت ولا الآن وهذا من الزمان طبعا واصلته أوروبا وأمريكا وإحنا يمكن استواصلنا وهذه الدورات الجديدة أنا جاي وشوفها تطرح قليها معلومة قديمة ولكن الدورات أصبحت جديدة إذن إدارة الوقت أصبحت من الماضي الآن إدارة المهام هذا فالشيء مهم جدا وأتمنى التوفيق للجميع بإدارة مهامهم وإدارة وقتهم إلى اللقاء آخر أراكم بكل خير إن شاء الله